السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. بقناة مورد الاستاذ مستفر. احبابكم في هذا النموذج الاخير. قبل اه ان شاء الله الامتحان الاقليمي يغي يكون ان شاء الله غدا. الثلاثة عشرين يونيو. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. اتمنى انكم تكونوا استفدتم من نماذج اللي قدمت لكم. انها تفيدكم اه بشكل جيد ان شاء الله تعالى. اهم حاجة انكم ان شاء الله تكونوا تاقين في نفسكم. والاسئلة ان شاء الله تكون نفس الاسئلة اللي كان حطلكم في النماذج اه مع بعض تغييرات الطفيفة. يعني ما تخافوش. يعني وتيقوا في نفسكم ان شاء الله وما يكون غير الخير. اذا اه قبل ما نبدأو. نمرو ان تشاركو هاد الفيديو مع الاصدقاء. وان تشاهدوه الى اخر. ومو تخليونا لجيم ديالكم باش نصلوا الاكبر عدد من المتتبعين. وان هذا نقرأو النص. مع عصر العلماء. اصبحنا نسير نحو العزلة. نعاشر الاجهزة ولا نتواصل. انها عزلة تكنولوجية تخطف منا اقاربنا وتبعيدهم عننا. فلا جلسات اسرية حميمية ولا زيارات عائلية واقعية ولا صدقات فعلية. حياة عصرية نندفع معها دون ارادتنا. انها عصر وسائل التواصل التي جعلت العالم يعيش في قرية صغيرة. سكانها يعيشون مع الشاشاس ويهمون انفسهم بانهم يتواصلون وهم غرباء صامتون. لذلك لا بد من التعامل واعي مع هذه الوسائل. حتى لا تتحول الى وسيلة تفقدنا انسانيتنا. ان اخطر ما نخشاه ان تتحول وسائل المعرفة والتواصل الحديثة الى وسائل قاطعة عن محيطنا. اننا نسي استعمالها الى حد ينذر بالخطر بسبب غياب الرقابة وضعف الوعي. فهل تستحول هذه الوسائل الى نقمة بعد ان قدر لها في البدء ان تكون نعمة. ففي المدارس عندما نطالب المتعلمين بعدد بحث حول موضوع ما نجدهم يأتون بكم من هائل من معلومات. نفرح في البداية الى ان تحصيل المعرفة اصبح سهلا بفضل استغلال شبكة الانترنت والاتصال وسائل واستعمال وسائل الاتصال الحديثة. ولكن سرعان ما ننصاب بخيبة كبيرة. لاننا نكتشف ان نحصل على تلك المعرفة المعلمات دون ان يكلفوا انفسهم معنى قراءتها. وهكذا ننصي الصغار والكبار بان يجعلوا هذه الاجهزة وسيلة لاغناء معارفهم. لا وسيلة لجميع ملومات دون استثمارها في بناء شخصياتهم وتحسين تعلمهم واستوير تجاربين مواجهة تحديات الحياة العصرية بنجاح. اذا اول نص قدامكم اه عزائي التلاميذ هو نص سهل ويتحدث عن وسائل اتصال والتواصل. كيف نستعمل واستعمالها وحسن استعمالها. ايجابيات والسلبيات. اذا نمر الى اسئلة فهم المقروع. اتي بعائلة كلمة المعرفة. اذا عائلة الكلمة يعني الكلمات لها نفس الجدل الشقاقي يعني نفس الحروف. اه معرفة, عارفة, معروفة. تعرفة معارفة. اعرفة عرفة. اعترفة الى غير ذلك من الكلمات. ابحثوا عن خريطة كلمة نقمة. نقمة عزائي تلاميذ ضدها النعمة. النقمة ضد النعمة. النوع اسم المراضف مصيبة او كارثة او السياء ضد نعمة. تركبها في جملة مثلا تحولت افعالهم نقمة عليهم. نقمة تتاريك اتصالات شديدة. لماذا نصابوا بالخيبة بعد الاطلاع الابحاث التي ينجز المتعلمون? اذا جاء في النص ان نصابوا بالخيبة بعد الاطلاع الابحاث التي ينجز المتعلمون لاننا نكشتشف انهم يحصلون على تلك المعارف والمعلومات دون ان يكلفوا انفسهم معناء قراءاتها. ثالثا استخرجوا من نص ما يدل على الخوف من تحول وسائل الاتصال الحديثة الى وسائل تبعدنا ومحيطنا. ان اخطر ما نخشى هو ان تتحول وسائل المعرفة والاتصال الحديثة الى وسائل قاطعة المحيطنا. احدد الفكرة العامة للنص. عرض الكاتب لانتائج الادمان السلبي على استعمال اجهزة الاتصال الحديثة ولمظاهر استغلالها من طرف المتعلمين مع تقديمه لنصيحة حول كيفية استغلالها في تحصيل الدراسة. نوعية نص هنا نوعية نص نص تفسيري توجيهي. محدد مضمون النص باسلوب او اولخصه باسلوب اذا يمكن ان نقول يعيش الناس اليوم عزلة تكنولوجيا بسبب غياب الوعي والرقابة وسؤتام مع جهزة التواصل الحديثة والتي لا يستفيد منها غالبية المسلمين الذين يعملون على جميع المعلومات دون قراءته وفهمها الشيء الذي يستوجب ضرورة تغيير سلوكنا تجاهها والعمالة وضيفها بالشكل السليم. ما هي العبراء المستفادة? حسن استعمال وسائل التصال الحديثة. التعامل بحذر مع الاجهزة الاتصال الحديثة. يهمون انفسهم بانهم يتواصلون ومغربة صامسة. اذا اعبر عن رأيي واعلله. اذا الناس اصبحوا يهمون انفسهم. اعتقدوا انهم يتواصلون مع ان العكس هو الصحيح لان التواصل ليس هناك شروط للتواصل. التواصل ما دمنا اننا نأخذ هواتفنا ونبقى صامتين نتحدث عن طريق الكتابة فقط. ولا نعرف الاشخاص الذين نتواصل معهم. ولا نعرف احاسسهم وشعورهم توجهنا. نعم. نمر الى الصرف التحويل. اتمم الجملة بجمعة كسير مناسب. اصلحة التقنية المحمولة المعطلة. اما لنقول اصلحة التقنية الهواتفة المحمولة المعطلة او الحواسيب المحمولة المعطلة. اكملوا من الاجدول بتحدث نوع الفعل. قضى المدمن وقتا طويلا امام الشاشة الحاسوب. اثرت الالعاب الالكترونية صحة الاطفال. اذا الجملة الاولى الفعل قضى معتل ناقص. الثانية الفعل اثر صحيح مهموز. استبدلوا الفعل في الجملة باسم الفاعل. وفي الثانية باسم الفعل. اذا يلتزموا ستصبح ملتزم ويحمدوا ستصبح محمود. استعملوا اسم الزمان او اسم المكان. حان متابعة الدروس عن بعد. تمكنتم معرفة العطب في الحاسوب. حان موعد متابعة الدرس عن بعد. تمكنتم معرفة مصدر العطب. وعيد كتابة الجملة بعد تصحيح العدد والمعدد. اذا هنا سنقول لانجاز بحثي زورت ثلاثة عشر موقعا. الكترونيا. اسم تفضيل من فعل بعد او بعد. واسم الآلة من فعل فتح. اذا بعد بعد ابعد. وفتح مفتاح. ادخل اداة نصب. وفعل فعل مضارف جملة الاعتماع الشكل. يسعدني ان نلتزم بالقواعد. او ان تلتزم. ادخل اداة جزم. اتصفح المواقع الالكترونية التي لا تفيدني في دراساتي. فنقول يسعدني ان تلتزم بالقواعد. لا اتصفح المواقع الالكترونية التي لا تفيدني في دراساتي. نمر الى سؤال الثالث. انت عبر شبكة الانترنت يتواصل باستعمال التطبيقات الالكترونية. انت تبحرين عبر شبكة الانترنت يتواصل اخو اخوه او اخوك ابوه او ابوك باستعمال التطبيقات الالكترونية. اسم من الاسماء الخمسة. واكدوا ما تحتوي سطر في جملة اتية. اذا انتم مطلب منكم غي جملة واحدة. ولكن انا غنعطيكم جز جمال. واحدة فيها توكيد لفظي واحدة فيها توكيد معنوي. استأنف الخبراء جميعهم او كلهم الابحاث. استأنف الخبراء الابحاث بتوكيد لفظي. اتميموا بتمييز مناسب. مطلعة الكتب اكثر لهوايات فائدة او نفعا. اذا هنا تمييز ملحوظ. اركب جملة الاولى حال مفردة. والتانية تتضمن جملة حالية. يشاهدوا البرنامج مستمتعا. يشاركون في الندوة العلمية وهم متحمسون. اذا شاهد البرنامج مستمتعا. مستمتعا حال. مفرد. وهم متحمسون جملة حالية. نمر الى الاعراب. يوهمون المتعلمين المعلومات سهلا. اذا يوهمون. فعل مضارع مرفوع بثبوت النه لأنه من الفعل الخمسة والواء وضامير متصل بني في محل رفين فاعل. المتعلمين فعل به منصوب بليألي النرجو من الكر سالم. المعلومات اسم مجرور على ما تجري الكسر الضائرة في اخره. سهلا خبر اصبح منصوب على ما تنصبه تنوين الفتح. بالنسبة الاملاء. وعيد كتابة العبارة وصحي كتابته بذاته الوصل والقطع. ادمان استعمال الانترنت له عواقب على الحياة الاجتماعية. ادمان استعمال الانترنت له عواقب على الحياة الاجتماعية. ثانيا اكمل بكتابة ابن بهمزة او بدون همزة. اشترى خالد ابن مريم حاسوبا. اصبح محمد بن عبد الهادي عليمن مشهورا. سؤال ثالث. اكتبوا الالف الليين المناسبة. اذا دناء. ممدودة ملتقاء. مقصورة. اكتبوا الهمزة المناسبة مكان نقطة. متفائل همزة على اليا. ويجرؤ همزة على الوا. بنسبة للشكل غرباء. يكلف تفقدنا. ان يجعلوا هادي الاجهزة وسيلة لاغناء معارفهم. اذا هذا هو الشكل. اخيرا بالنسبة بدنسبة لالتعبير الكتابي علمت أن صديقك أصبح مدمين على مشاهدة الأفلام الإلكترونية باستعمال شبكة الأنترنت ولم يعود يهتم بمعجباته الدراسية الفترة تحصل له الدراسي بشكل كبير وكتب لها الرسالة الشخصية إذن هنا قد يتحطرموا الشكل دي الرسالة الشخصية من مرسيل مرسل إليه وكذلك تحية ثم الموضوع ثم كذلك السلام والتوقيع إذن تحترموا الحجم المطلوب وملائمة المنتج للمطلوب توضيف الأسلوب المناسب الاستعمال السليم لأدوات الربط وعلم الترقيم كتابة النصف في قسم المناسب اعتماد استسلسل المنطقة توضيف السليم للغة زائد بقرؤية والتنظيم إذن هذا كل ما لدينا في هذا النموذج أتمنى لكم التوفيق والنجاح السلام عليكم